موسيقى صباح الخير من جديد فقرة خاصة صحية قد تكون مهمة جدا خصوصا للأمهات الجدد الحديث عن الحليب الاصطناعي مع الدكتورة فداء الغرابلي وهي أخصائية الأطفال وحديثي الولادة صباح الخير دكتورة يا أهلا وسهلا فيك شرف تينا أهلا وسهلا يعني أكيد دكتورة الموضوع يعني دائما الحديث فيه ولكن لا يتوقف لأنه دائما في أمهات جدد ودائما في أطفال جدد والحديث عن الإرضاعة الطبيعية أو عن طريق الحليب الاصطناعي دائما موجود فبداية أعتقد أنه الاتجاه للحليب الاصطناعي لازم دائما يكون الخيار الثاني في حالة عدم إمكانية الترضيع الطبيعي لأي سبب من الأسباب صح؟ مزبوط أكيد لأنه أكيد الحليب الأم بيظل هو الخيار الأول والمثبت علميا أنه له فوائد كثير من ناحية صحة الطفال وذكاء وتطوره حلو حلو طيب أهمية الرضاعة الطبيعية دكتور لازم نبلش أنه نحن نحكي عن الحليب الاصطناعي يعني كمان شوي ولكن نحن نحكي هو في حالة عدم القدرة على الرضاعة الطبيعية لأي سبب من الأسباب هلأ رح نذكرهم ولكن أهمية الرضاعة الطبيعية دائما في الخيار الأول ليش؟ لأنها زي ما قلت لك فيها دراسات علمية أثبتت بأنه بتساهم في صحة الطفل بالمستقبل حتى لا يكبر يعني طول عمره تقريبا بتخلي إلها يعني أثر على صحة الطفل طول عمره بتحميم الأمراض كثيرة تبدأ من الالتهابات البسيطة زي الالتهاب الأذن والالتهاب الرأوي والالتهابات الإسحالات المتعددة وتصل إلى سمة الإنسان فيما بعد وإصابته بالسكري وحتى بعض السرطانات يعني فعشان هيك منأكد إحنا دائما أنه الرضاعة الطبيعية تسهم في حماية الطفل من الأمراض حلو ووجدوا الدراسات بأنه الطفل اللي بيرضع من أمه طبيعي بناحية تطوره وذكاؤه بيكون أحسن من الطفل اللي بيرضع سماعي حلو فعشان هيك إحنا دائما نركز على أنه الأم اللي عندها قدرة أنها تردع طبيعي أنها تحاول تعطي المصدر الأفضل للغذاء اللي هو الرضاعة الطبيعية حليب الأم حلو جميل جدا طيب أشي الأسباب اللي ممكن تؤدي الأم أو الطفل أنهم يرضعوا طبيعي؟ هلأ في عوامل مختلفة يعني كثيرة تتعلق في الطفل أو تتعلق في الأم هلأ بالنسبة للعوامل التي تتعلق في الأم في أمراض معينة ممكن تصاب فيها الأم ممكن تؤدي أنه تمنعنا من الرضاعة الطبيعية وفي أشياء بتكون يعني زي شائعة ولكنها أخطاء شائعة هلأ مثلا إصابة الأم بمرض الأيدز يعتبر مانع من الرضاعة الطبيعية في أغلب المجتمعات اللي منقدر نحكي عنها متطورة هلأ بعض المجتمعات الأفريقية مثلا عندهم من نسبة تلوث شديدة وموت بالإسهالات عالي ممكن أنه نسبح في الرضاعة الطبيعية في هذه الأمهات مرض الكبد الوبائي باع يعتبر مانع للرضاعة الطبيعية ولكن إحنا بالعادة بنعطي الطفل المطعوم على الولادة فهيك بنقدر نرضعه مرض التهاب الكبد الوبائي C مش مانع للرضاعة الطبيعية بتقدر الأم تستمر في الرضاعة الطبيعية حتى لو كانت مصابة في المرض الكبد الوبائي C نعم الأم المدخنة طبعا إحنا ما بنشجع التدخين وإشي مش كويس التدخين ولكن ذلك لا يمنع الأم أنها تدخن مش مانع للرضاعة الطبيعية أولها تردع طبيعي إذا هي بالدخن تقدر مش مانع للرضاعة الطبيعية هلأ بالنسبة للالتهابات اللي بتصير الخفيفة اللي بتصير بالثدي يعني التهابات في قنوات الحليب هذي مش مانع للرضاعة الطبيعية نازم تستمر في الرضاعة الطبيعية الأم فيها فهذه بشكل عام يعني برضه كمان مرض السل إذا كانت الأم مصابة جديد فيه ومشي مبلش العلاج يعتبر مانع للرضاعة الطبيعية أما إذا كان مثلا مبلش يصلها أسبوعين في العلاج بتقدر أنها تردع ابنها بطريقة طبيعية نعم ومش عارف إذا فيه لسه أمهات ممكن يفكروا في هذه الطريقة ولكن يعني يجب أن أذكر موضوع أنه أحيانا فيه أمهات بكون خايفة على شكل جسمها أو بتها تنحف أسرع بجوز وأكد أنه بجوز الرضاعة الطبيعية بتساعد الأم أنها ترجع لوزنها الطبيعية طبعا أكيد هي بتساعد الأم أنها ترجع لأنها زي ما إحنا عارفين بتحتاج الأم عشان تردع ابنها بقدار 500 كيلوري في اليوم يعني تقريبا جري ساعة كاملة هذا ما بتقدر تحرقه بطريقة أخرى غير الرضاعة الطبيعية فإذا الأم ما تناولت الأكل بشراها المرضعة يعني مفروض أنها تخسر وزن على الرضاعة الطبيعية وترجع لجسمها أسرع من الأم اللي بتردع صناعي حلو بس ما بتطلب من الأم اللي بتردع طبيعي أنها تأكل أكثر هلأ بالعادة إحنا ما ننبهها لأنها ما تتبع نظام غذائي في البداية الرضاعة لأنه هذا بيأثر على المنسوب الحليب ونوعيته في البداية نعم نعم جميل وسبحان الله بجوز كمان الحليب الطبيعي على فترات يعني نوعية الحليب والمواد الموجودة فيه أيضا حسب عمر الطب تتغير لأنه كمية البروتين حسب عمر الطفل حسب حاشته حتى أنه الحليب الأم اللي بتكون ابنها يدخل الخداج أو مولود قبل وقته يكون يختلف عن الحليب الأم اللي بتكون ابنها مولود على وقته من ناحية كمية البروتينات ومن ناحية الكالسيوم والفوسفور وهي الأشياء كل عمر إلى تركيمة معينة في الحليب حالو جميل جدا طيب فيه أسباب ممكن تكون في الطفل أو المولود تدعو أنه ما بقدر يرضع طبيعي فيه أسباب بس هذه الأسباب منحب نشير أنها نادرة يعني مش موجودة بكثرة عند الأطفال لنحسنا نشوف أنه يعني التشخيص هذا صار بكثرة بكل الأطفال يعني فيه مثلا تشخيص اللي هو نقص في أنزيم اللاكتاز طبع الحليب الوراثي هذه حالة نادرة مش موجودة بكثرة عند الأطفال لاحظنا أنها تشخص كثيرا ولكن هذا مش مزبوط يعني ممكن أن الطفل بالبداية يتأثر شوي من اللاكتاز ولكن مش لدرجة أنه يكون عنده نقص كامل في هذا الأنزيم هذا رقم واحد رقم اثنين فيه مثلا بعض الأطفال عندهم مشاكل في عمليات الأيد مثل مرض نذكر منهم مرض الجالاكتازيميا هؤلاء الأطفال يكون بطبيعتهم يعني أطفال مش طبيعيين عندهم مشكلة في عملية الأيد وبيصير عندهم صفار وبيصير عندهم مشاكل والالتهابات عالية يعني ما بيكونوا أطفال عاديين هؤلاء بيفضل أنه لا نعطيهم مش يفضل لازم أنه لا نعطيهم حليب لازم يخدوا حليب آخر مناسب لحالتهم جميل جدا طيب إذا واحدة من هذه الحالات موجودة عند الأم أو عند الطفل والقرار كان لاتجاه إلى الحليب الاصطناعي كيف منختار الحليب الصناعي المناسب للطفل إذا كان طفل طبيعي؟ هلأ طبعاً إحنا بالعادة منبلش بالأساسيات أغلب الحليب الصناعي هو مكوّن من حليب البقري مع إجراء بعض التعديلات عليه فإحنا منبلش بهذا الأمداء أنا بحكي عن الأطفال الطبيعيين طبعاً ما بحكي عن الأطفال اللي عندهم مشاكل فمنبلش بهذا الحليب اللي هو الحليب بيكون بقري طبعاً السكر المحلي فيه بيكون هو سكر اللاكتور زي الحليب الأم بالضبط منبلش به وإذا صار عند الطفل بيّنت أنه عندنا مشكلة معينة مثلاً عند الطفل في بعض أنواع الحليب الصناعي الموجودة هاي المشخاصة منحكي عنها الفورميلات التجارية الموجودة عادي يعني في السيدليات معدلة بطريقة معينة إنها تفيد بعض الأطفال مثلاً في حليب للأطفال المصابين بالنفخة بالمغس بيكون معدل بطريقة بسيطة بيكون شايرين مثلاً نصف تقريباً اللاكتوز وحطين مكانه سكر آخر للتحلية هذا للأطفال يصابوا بمغسر تضع هذا مثلاً تعديل بسيط إحنا منسميه في بعض الأطفال بيكون عندهم مشاكل حساسية أو أكزمة الأكزمة الطفولة زي ما أنت بتعرف عنها هي الأوتوبك ديرماتايتس هنا بنلجأ لإستخدام حليب مكسر مكسر جزئياً أو كلياً بيساهم في تأخير الأكزمة أو وجود الحساسية عند الأطفال وفي حالات أشد من هيك يعني مثلاً بيكون في أطفال عندهم محالة شديدة من حاسية بروتين الحليب البقري هذول الأطفال ما بيناسبهم إلا حليب يكون يعني أماينو أسد بيست يعني كتير مكسر البروتينات لدرجة إنها من الأحماض الأمينية مكونة وفي نوع معين طبعاً بالأسواق بديش أذكر اسمه هو هذا الحليب لهذول الأطفال جميل جداً يعني في حالات معينة دائماً الأم إذا هي ما بتعرف إذا بتلاحظ أي تغيرات حسة مش طبيعية على طفلها سواء نفخة أو ممكن مراجعة أو ممكن حساسية لازم أنها تتجه دائماً لنوع الحليب ولكن لازم تستشير بالضبط تستشير طبيب الأطفال للنوع المناسب لأنه فيه كثير خلط في استخدام أنواع الحليب كثير مش لازم يعني بالعادة الستات أو هيك بردوا على الخيارات المتاحة لإلهم من ناحية النصيحة بالخبرة آه ممكن ترعى السيدلية تتفرج جارة السيدلية لحالها بدون فحص فهذا ما بصير بالضبط مفروض أنها تكون يعني قرار تغيير الحليب يعني بناء على قرار حكيم مش أنه فيه أنا بحس بعض الأطفال بغيره 3-4 نواع حليب بنفس الأسبوع يعني هذا الإشي بيأثر على ضاعة الطفل وتقبل الحليب وكتير أشياء يعني وبنصير إحنا مش عارفين شو المشكلة يعني لازم يعني يمرى على الحليب أقل شيء أسبوع أسبوعين حتى نعرف نقرر إيش الال مشكلة اللي صارت منا أو ايش الاستفادة اللي صارت من قوية الحليب حلو يعني إذا الطفل عنده مشكلة معينة وبعدين قررنا نغير نوع الحليب لنوع آخر لازم نستنى أسبوع أو أسبوعين عشان نشوف إذا استفاد الطفل من الحليب أو ما استفاد أما مش بصير فيه تغيير عشوائي مرات للحليب 3-4 أنواع حليب بنفس الأسبوع وبصير الطبيب مش عارف يحدد ايش المشكلة عند الطفل بالضبط حلو جميل جدا في اي مثلا ممكن حالات ممكن نلجأ لتحليل دم هل بحتاج الطفل لتحليل دم لحتى نتأكد انه في اي علاقة اخرى في حساسية او مرض ممكن هلأ احنا اكتر اشي منعتمد على الفاميلي هستوري يعني اذا فيه بالعائلة مثلا حاسية شديدة فيه ازمة فيه ارتكارية عندهم بالعائلة مثلا للحليب البقري بالعادة بيكون اشي هذا وراثي فاحنا ننتبه عليه وبالعادة يام نخلي الام انها تعطي حليب منها بحالة حاسية البروتين الحليب البقري حليب من الام مع الاستغناء عن كل الدايري برودكس او منتجات الالبان او انه اذا ما عندها حليب وما قدرة تتردع البيبي انه نعطي حليب اماين واسد بيس فهيكا منشتغل يعني احنا اذا فيه مثلا له اخ مثلا انصاب بحاسية الحليب البقري الشديد اللي هي بتكون عبارة عن ارتكارية اسهال شديد اسهال مدمم وقتها وما فيش ما بنصحش البيبي ما بيكبر عماله احنا خلص على طول البيبي اللي بعدهم نتخذ معاه اجراء وقائي زي هيك وفيه طرق للتحليل طبعا فيهم هاي فحصات دام فحصات براز عشان نعرف اذا البيبي عنده هاي الحاسية او لا حلو حلو على الاغلب يعني بالوراث العائلة يعني الاخوان او الاخوات على الاغلب رح يكون لهم نفس بالضبط احنا منفترض هيك عشان نحميهم انهم يصيروا عندهم مثلا مشكلة في النمو اسهال مدمم هاي الاشياء نعم فاحنا منحاول ان نحميهم انه نتخذ اجراءات وقائية نعم نسمع حليب الصوية دكتور او بصوفوه كتير احيانا وكتير منشوف انه بحالات النفخة مثلا بيعطوا حليب صوية اعم بالضبط بصح او ولط لا استخدام حليب الصوية كتير خاطئ في المجتمع عندنا بيستخدموه بشكل عشوائي لمغسر رضة على الاسهال لاي طفل مثلا بيعيط كتير بروح بيلجأ لحليب الصوية حليب الصوية بطبيعته هو حليب طبعا حاول انهم يعدلوا عليه بطريقة الصناعة قدر الامكان بانهم مثلا يرفعوا نسبة الكالسيوم فيه يرفعوا نسبة الايرون فيه كل هاي الاشياء عشان يناسب الاطفال لانه فيه مادة فيتاتي موجودة في الصوية هاي المادة بتمنع امتصاص الحديب تمنع امتصاص الكالسيوم فحاولوا لهم يرفعوا هاي النسب عشان يضل الطفل ماشي مع عمره اللي هو طبعا هو يعني استعمالات معينة يستخدم في مرض الجالاكتوزيميا ومرض اللي حكينا عنه نقص انزيم اللاكتيز الوراثي اللي هم حالات نادرة هادول الاستعمالات تبعونه بس ما بصير نستخدمه عشوائيا لأي طفل بصيبه نفخة لأي طفل الخداج مثلا ما بصير حلو يعني لانه فيه مواد ناقصة وفيه طبعا السكر الموجود فيه هو سكر مختلف يعني مش سكر اللاكتوز لانه انت عارف انه خالي من اللاكتوز اصلا بكون فيه سكر عبارة عن سكر زي مالتو ديكسترين القطر الدرع يعني كلها اشياء يعني مش السكر اللاكتوز الله خلقه بالحليب عشان يحفز نمو البكتيريا وهي الأمور فهيك يعني فلازم انه نلجأ الو بس بضرورة مش دايما يعني مش استعمال عشوائي لحليب الصوية جميل جدا نحن الوقت بجوز عم بكون أسرع منه ولكن أنا لسه عندي ست أسئلة سير ناخد كم سؤال عصرية كمان لو سمحتي أي عمر لازم نوقف الحليب الاصطناعي؟ هلأ طبعا الحليب الاصطناعي احنا هلأ بعد السنة بصير ندخل للطفل حليب بقري عادي بصير نعطيه حليب بقر عادي طبعا فيه يعني ممتجات وفورمولاز لهذا العمر موجودة فيها فيتامينات في هاي الأمور بس الحاجة للطفل بعد العمر السنة بيكون حليب عادي حلو هلأ وبيعتمد على خيار الأم شو بدها تتأقيره للولد حلو طب وفي البداية بنعرف الحليب الطبيعي بغني عن المي كمان الحليب الاصطناعي نفس الاشي بالضبط هلأ بقبل الطفل ما يبلش الأكل الصلب ما في داعي نعطيه أي نوع من أنواع المي يعني مش ضروري هلأ لما يصير يأكل الولد حتى له بكميات قليلة لازم نبلش ندخل نعرض على المي حلو حلو جميل جدا دكتورة فداء شكرا لإلك أتمنى أنه نكون جاوبنا على أكبر قدر حاولنا نجاوبك سريعا لأن الأسئلة شكرا كثير أهلا أهلا وسهلا شكرا على المتابعة لا تنسوا تشتركوا في القناة حتى يوصلكم كل شي جديد